السلام عليكم ورحمة الله سوفيت في الساعة الثانية من ليلة الخميس الجمعة المؤترة المغربية مجدا مراحي الشهيرة عبر منصات تواصل الشماعي بلقب مرايا بعد تعرضها أمس الخميس لسكتة دماغية وأعلنت حياة جبران صاحبة شركة جول إيفنت عن الخبر عبر حسابها الشخصي على أنستجرام من خلال تدوين مؤترة نعت فيها الشابة الراحلة وجاء فيها في ليلة مباركة لبت مجدا العزيزة على قلب الإنسان الطيبة الخلوقة مرضية الوالدين والصديقة الصادقة والمسانمة بشهادة الجميع نداء ربها هذه الليلة بعد وعكة صحية أدخلتها العناية المركزة وأضافت وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم وبناته غانية وعبير بأحر تعازي إلى والديها إلى إخواتها جهان ولبنى وإلى كل أفراد عائلتها الكريمة إلى صديقاتها وأصدقائها إلى متابعيها سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناني الفقيد الرحمة ولكم طوال البقاء لا تنسوا من الدعاء جزاكم الله خيرا وأعلن جهان مراحي شقيقة المؤترة المغربية مرايا مراحي أمس الخميس أن هذه الأخيرة أصيبت بأزمة صحية ودخلت على إترها للعناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء وكشف مصدر موطوق أن مرايا أصيبت بجلطة دماغية ما استدعى نقلها إلى في حالة حرجة من أجل تلقي الإسعافات الأولية المصدر ذات أكد أن والدي المؤترة المغربية وشقيقتها يتواجدون بالمستشفى في انتظار معرفة تطورات حالة المريضة وعلى أمل نجاتها من هذه الأزمة الصحية المباغتة وطالبت جيهان مراحي متابعيها عبر حسابها الشخصي على انستغرام بالدعاء لشقيقتها من أجل تجاوز هذه اللحظات الصعبة وكتبت عبر خاصية ستوري على انستغرام أختي وحبيبتي مجدا تصارع في العناية المركزة نسألكم الدعاء لها لكن للأسف وفتها المنية إن لله وإن إليه يراجعون ونسألكم الدعاء جميعا